رئيس تسلا اللي يتربع على عرش أغنياء العالم اليوم إيلون ماسك يعني كان له في هذه الأزمة تغريدة شهيرة ممكن تظهر معنا وقال يوز سيجنال استخدموا سيجنال قبل ما نروح إلى هذه التغريدة أو إلى موضوع تطبيق سيجنال أنا بسألك عن شغلة بينه وبين بين فيسبوك نفسه عام 2018 حدف ماسك صفحات فيسبوك الخاصة بشركاته وقال هذا ليس موقف سياسيا ولم يدفعني شخص ما إلى ذلك فقط لا أحب فيسبوك ليش واحد زي ماسك لا يحب فيسبوك طبعا فيسبوك مثل ما ذكرت أنا بالبداية فيسبوك تاريخها لا يشهد لها بشرفها في مجال مشاركة البيانات ولو نظرنا إلى فعلا المزايا الشفافية لدى شركة فيسبوك مقارنة بعدد كبير من الشركات الأخرى لو وجدنا فعلا فيسبوك تشارك عدد لا نهائي من البيانات وتقوم فعلا باستثمارها علانية أمامنا في ذلك إيلون ماسك قد يكون بطريقة وبأخرى أنه فعلا وجد أو رأى يعني أحد الأمثلة ومنتشرة هذه الصورة في الإنترنت هناك قانون في أمريكا ينص ما أدري إذا أعدل أو لا لكان تقريبا في عام 13-14 أحد الأشخاص ذهب إلى فيسبوك وطلبهم بياناته جميع بياناته جميع ما يملكونه كان هناك ثغرة في النظام أعطيه جميع بياناته صور صورة أوراق بهذا الحجم فيه جميع بياناته تنقلاته ومشاركاته وأرقامه وجالس متصوره متكي عليها بهذه الطريقة يقول للناس شوفوا إيش تملك عني مثلا شركة فيسبوك وعلى ذلك فقس بقية الشركات لذلك اليوم حتى أنه يحق لي هذه الشركات أنها تحتفظ ببياناتك حتى ولو قمت أنت بحذفها بمعنى أنا خلاص أبحث في حسابي كامل لكن هذا لا يعني أنه تم حذفه من الشركة نفسها المستخدم ليس له حق النسيان؟ المستخدم في عالم الانترنت ليس له حق النسيان هذا الأمر الأول الأمر الثاني التعديل الجديد للواتساب يقول هذا المقال بأنه لو قمت بحذف بياناتك خاصة في الفيسبوك أو غيره يحق لي شركة فيسبوك الاحتفاظ بالبيانات البيانات التي هم يقولون أنها ليست بيانات خاصة جدا حتى نحن نستخدمها في الإعلانات وفي تطوير طبعا هم لا يقولون إعلانات هم يقولون في تطوير تجربة المستخدم في النهاية يتربحون منها